السبع الخير أحبائي وأعزائي كل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأنت القناة التي تعاشق كل محبيها كل الشكر وكل الحب لكل مشتريك القناة سواء كانت بالإجابة أو السلم وأشكر كل من يتدخل في الاشتراك مرة أخرى معنا القناة قناة الملكة والأمير دائما تبحث عن الحقيقة إبراهيم عيسى رجل وطني حقيقي وبالنسبة لي فهو من الإعلاميين الذين لهم قدوة حسنة إبراهيم عيسى بقول بدأت أشاهد خطف المسيحيات بزعم إنهم يعطنقوا الإسلام مع ظهور طيار الإسلام السياسي السادات أخطأ قال الإعلامي إبراهيم عيسى استهدف الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية المسيحيين في مصر وتحديدا المرأة القطية المسيحية وأكد عيسى خلال تقديم برنامج حديث القاهرة المزاع عبر فضائية القاهرة والناس أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات ارتقب خطيئة تاريخية بقرار بعودة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي حيث أراد السادات من الجماعة أن تحارب الطيار اليساري ولفت عيسى ظهرت مشاهد خطف سيدات مسيحيات بزعم إعتناق الإسلام بعد ظهور طيار الإسلام السياسي وظهرت المشاهد دي لما سيطرت الجماعات السلافية على مصر والموضوع الذي يهمنا جميعا وجميعنا اليوم نتضامن لهذا الموضوع ولن نصمد ولن نسكر فيديو والدة الطفل شنودة تنهار وتبكي قبل نظر القضية عوز ابني في حبني يا سيادة الرئيس مش عرف أنا من غيره أولا قالت السيدة أمال مخايل والدة الطفل شنودة بالتبني في إطار نظر قضية الطفل اليوم سبت 18 ثلاثة من المستحيل أن يوفر الملجأ ما توفره الأسرة للطفل من رعاية جيدة وقالت في تصرحات خاصة بموقعنا نحن كناطل الملك والأمير ما كان يجب أن يتم انتزاع مني فالأفضل للطفل أن يعيش وسط أسرته وقالت وهي منهارة في البكاء الشديد حرام اللي حصل بطلب من ربنا أن القضية تنتهي اليوم بعودة ابني شنودة الحدن وبطلب من الرئيس السيسي أن يتدخل عشان أخذ ابني أنا عاوز ابني في حدني يا سيادة الرئيس هي تقصد أنه مش هو اللي أخذ ابنها القانون خد ابنها مش عارفة نام وهو بعيد عني صدقني نفسي ابني يبقى في حدني ومش عاوزة أي حاجة تاني وكانت شهدت نحكمة القضاء الإداري بالدقي صراخ معاويل السيدة أمال مخايل والدة شنودة الطفلة بالتبني وبكاء زوجها بمرارة حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لليوم 18 مالس وشغلت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وفي الخارج وأغضبت الملايين حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان الذين قام بتربيته بعدما عسر عليه راضيعا داخل كميسة وتم إداعه في ملجأ وأعتبروه مسلما بالفطرة وفي مقال آخر والدة الطفل شنودة تبكي وتدعو للتضامن معها وأقولها بكل صدق لكل أم أيهم أفضل ابنك أن يعيش في حضنك ولا في ملجأ إنه اليوم جلسة الطفل شنودة الكل يتضامن طالبت السيدة أمال مخايل المواطنين التضامن معها ومساندتها في قضية عودة الطفل لحضنها حيث تنظر اليوم على المحكمة السبت 18-3 في قضية الطفل وقالت مخايله لخلال لقاؤها بالصحفيين بشكر ربنا أولا وأخيرا والقضاء وكل من يدعني في هذه الأزمة لأن ده طفل بخاطب كل أم وبقول لها أيهم أفضل للطفل أن يتم إداعه في ملجأ ويعيشه هناك ولا يتم أيضا ولا يبقى في حضنك بالطبع الأفضل أنه يعيش معاك بشكر الله على كل اللي يحضروا للجلسة للتضامن معنا وكانت شهدت محكمة القضاء الإداري بالضبط صراخ وعويل للسيدة أمال مخايل والدة شنودة الطفل والدته بالتبني وزوجها الذي راح يبكي بمرارة حيث قررت المحكمة تأجيل قضية الطفل لـ 18 مارس وهو اليوم وشغلت القضية طفلة شنودة الرأي العام في مصر وفي الخارج وأغضبت الملايين حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيين الذي قام بتربيته بعدما عسر عليه رضيعا داخل كنيسة وإداعه في ملجأ واعتباره مصفل بالفترة ومقالة أخرى عرفات أم الطفل شنودة بتبكي قبل الجلسة بتمنى يرجع الحضن أبو وأمه وقضية شنودة بتمثل كل إنسان وإنسان جواهم محبة حقيقية قال الكاتب الليبرالي أحمد عرفات لسه شايف من شوية فيديو بس مباشر لأم الطفل شنودة وهي بتركي قبل الجلسة وبتمنى من كل الناس أدعم ولو بكلمة ومضيفا عبر حسابه على الفيسبوك أنا بتمنى إنها يتكون سعيدة وإن شنودة يرجع لحضن أبو وأمه بعيدا عن دار الرعاية قضية شنودة ملاقاش علاقة أبدا بدينك ومعتقداتك قضية شنودة بتمثل كل إنسان وإنسانة جواهم محبة حقيقية يا رب اليوم ينتهي بسعادة لصالح شنودة وأهله دعموا والدة الطفل شنودة وانتشر مقطع وفيديو عبر مواقع التواصل اتماعي للسيدة أمال مخايل خلال لقاؤها لأبنة وطالبت المواطنين وكل أم التضامن معها حيث تنضع المحكمة غدا أو اليوم الستة تمنتاشر تأتي في قضية الطفل شنودة يا رب يا رب فرح كل الناس لا تنسى الشراكة ودعم قناة الملكة